صباح الفل والواردية الأخبار الحمد لله كله تمام نهاردة هنتكلم على الروماتويد وإزاي نغذي مريض الروماتويد طيب خلينا نشرح للناس الأول إيه هو الروماتويد الروماتويد هو الروماتويد أيرثريتس اللي هنتكلم عنه نهاردة اللي هو التهابات المفاصل الروماتويد دية يعني الديفينيشن هو الروماتيزم عموماً الروماتويد أيرثريتس عشان فيه أنواع تانية فالتهاب المفاصل اللي بيحصل معنى inflammation يعني تلف والروماتويد arthritis ده أو الروماتويد اللي متعارف عليه أنه جهاز المناعة بدل ما بيهاجم الخلايا اللي مش كويسة اللي بتخش جسمنا اللي موجودة في جسمنا أو الفيروس والبكتيريا بيبتدي يهاجم الخلايا بتاعة الجسم نفسها فبيتارجت الجوينس والمفاصل ده اللي بيحصل في روماتويد يعني الجسم بيهاجم نفسه فالجسم بيهاجم نفسه عشان كده بنسميه مرض مناعة الذاتية مرض المناعة الذاتية ده معناها أن الجهاز المناعة بيهاجم وتقفر بقى نوع مرض المناعة بيهاجم جزء معان الجسم هو مش قاري مش قاري اللي بيحصل فبيهاجم فبيهاجم المفاصل بالذات الطبقة اللي بتحمي المفصل اللي اسمها synovium فبيبتدي يحصل تلف في الخلايا نعمل إيه بقى؟ يعني أول حاجة مريض الروماتويد لازم يبقى عارف كويس جداً إنه هو لازم يبقى ماشي على نظام غذائي معين ليه مش أي حاجة يأكلها لأن ده بيحسن نسبة الحالة بتاعته بتسعين في المائة يعني مش العلاج الدوائي بس اللي أنا أعتمد عليه مفيش أي حد بياخد دواء من غير ما يكون مزبط أكله هيشتغل مع الدواء بكفاءة عالية يعني حتى لو أنت بتاخد دواء لازم طبعاً بيروح للطبيب المختص بتاعه سواء بقى بيروح لأمراض دم ومناعة وطبيب الروماتويد لازم مع الدواء هيزبط أكله في حين أن بعد كده الدكتور بقى هيلاقي التحليل بتاعته أحسن هيلاقي الدنيا ابتدت تثبت معاه يا هيغيير له الدواء يا هيقلله الدواء على حسب الكيس وعلى حسب الحلو على حسب الدجريل هو أصلها طب بشكل عام إيه المحاذير أو الحاجات اللي هي ممكن تكون مضر أول حاجة مريض الروماتويد لازم يبتعد عن اللحم الحمر عشان نسبة الدهون المشبعة فيها عالية جداً واللحم الحمر بتزود نسبة الالتهابات في الجسم فأنت بتزود الانفلميشن تاني فبيحصل تلف تاني حاجة المواد المصنعة اللي بتتاكل أي حاجة معلبة أي حاجة في باكيج مواد حفظة مواد مصنعة بتاكل أكل كله طبيعي أي حاجة من الأرض أي حاجة طبيعية واليوم أكل معين لازم يبتعدوا عنه كويس أما بتاكل حاجات كتير فيها حاجات مصنعة بتخلي جهاز المناعة يرجع يهاجم الجلوتن الأمح مهم جداً هو يبتعد عن الأمح وده نمبر ون طب هيكل عيشي إزاي أو يأكل معمول بقى من ديء رز معمول من أي حاجة تانية غير الجلوتن في دلوقتي متوفر بشكله الطبيعي بيسبب التهابات عالية جداً فبالتالي جهاز المناعة يرجع يهاجم تاني بيحسوا بألام رهيبة جداً السكر السكر الأبيض لازم يبتعدوا عنه الحاجات المقلية ومش مقلية عشان الناس تفهم برضو زيوت المهدرجة وزيت الدورة وزيت عباد الشمس ووميجا سيكس زيوت الدورة وعباد الشمس والحاجات اللي فيها أوميجا سيكس عالية جداً لأن احنا بطبعتنا كباني أدمين ما بنكلش حاجات فيها أوميجا ثري عالية أوميجا ثري هو анتي انفلاماتوري يعني مضاد للالتهابات الأوميجا سيكس أما بناخده كتير قوي بيبدأ يزود الالتهابات فبنسميه Pro Inflammatory فبيزود لك الالتهابات في الجسم فانت ما تكون بتاخد أوميجا سيكس عالية قوي مش بتعضلها بأوميجا ثري فهيحصل لك مشاكل أكتر يعني المقليات مقليات وحاجات معمولة بزيد دورة وزيد عبات شمس الزيوت اللي فيها زيد مهدرج حاجات مهدرجة لازم نبتعد عنها والترانس بات يبقى نبعد عن المقليات السكر الأبيض نقل الملح جدا لأنه ده برضو بيخزن ماي في الجسم بيخل الجسم ينتفخ ومع الانفلميشن هتحس بألام رهيبة المعلبات الحاجات اللي فيها مواد حفظة نبتعد عن البتنجان أي حد عند الروماتويد لو كان البتنجان الحالة بتاعته بتسوق عشان فيه مواد معينة بتخلي الجهاز المناعة برضو يتفاعل فالبتنجان طماطم طماطم الحمراء في الفل الألوان وفيه حاجات تانية كثيرة يعني هو يعني احنا بندله بس كده خطوط عريضة الحاجات دي كترة أكل لب السوري لب السوري كتير الفشار الحاجات دي كلها هتزود الألام عند مريض الروماتويد هتزود الالتهابات هتزود الانفلميشن لازم يبقى